يعود الصيف ليستقبله العراقيون كمن يستقبل مصيبة ثقيلة في ظل معاناة باتت متكررة بسبب تهالك المنظومة الكهربائية وحرمان العراقيين من التيار الكهربائي لساعة طويلة الوعود الحكومية تتكرر هي الأخرى كل عام دون أي تغير على أرض الواقع بحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن العواصف والأمطار التي أدت إلى سقوط الأعمدة والأساك الكهربائية فضحت الحلول الترقيعية والغش في أعمال الصيانة التي تعلن عنها الحكومة بين الفينة والأخرى أموال طائلة تم صرفها على مشاريع طاقة الكهربائية من الحكومة المتعاقبة لتكون النتائج صفرية ولتستمر معاناة العراقيين في هذا الجانب ولعل تصريح الكاظم عام الفين وواحد وعشرين عن إنفاق الحكومة المتعاقبة أكثر من واحد وثمانين مليار دولار على قطاع الكهرباء دون أي نتائج تذكر لن يكون الأخير في ظل الفساد الذي بات سمة موحدة بين هذه الحكومات بحسب محللين اقتصاديين لا تتعلق أزمة الكهرباء بالأسباب المادية فقط بحسب مراقبين أكدوا غياب الإرادة الوطنية عند قوى العملية السياسية التي تعاقبت على حكم العراق خلال العقدين الماضيين وأهدرت ونهبت نحو تريليون دولار وجعلت العراق في ذيل الركب الحضاري على كافة المستويات تهالك الطاقة في العراق يحقق أرباحا هائلة لمزودي الطاقة من أصحاب المولدات المرتبطين بالأحزاب كما يحقق أضعافها لإيران التي يشتري منها العراق الطاقة الكهربائية والغازة بأموال طائلة من جيوب العراقيين الذين باتوا لا يرون التيار الكهربائي إلا لساعات معدودة في اليوم حيث أكدت تقارير دولية أن العراق يخسر سنويا نحو أربعين مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة وهو رقم يضاهي ميزانية دولة